اشتركوا في القناة كالشخشوخة كاشها ويش ويش درتوا اليوم بو اليوم هو يوم مبارك وجيت نهضر عليه هاد اليوم هو مرهوش غير تاع شخشوخة وطمينة ومحارق ترتول الأطفال الصغار سما لازم نرسخولهم في دهنهم من الصغربة على خطر المعلومة اللولة اللي راي في رأسهم على الحساب وشانا نشوف أنا يا حاليا في المجتمع تعنا الأولاد صغار كي يسمعوا المولد يعني محارق يسمى في كل عائلة نرمال ما الكبار تاع العائلة هدي كي يفهموا صورة الأولاد الصغار بما أنه هاد المولد هو وش معنتها؟ هو إحياء لذكرة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما يفهموهم وش هو هذا المولد شكون هو الرسول صورته؟ أنا جيت نهضر عليه اليوم شوية مش هنهضر بزف كنا نهضر بزف مبنى راني ندير فيه إكسبوزي ونتو ما كامل سيغموا راكم غرقانين سيغموا عندكم ضياف راكم ملاتين مع القشقشة الماكلة كاش حويج نديرينهم للصهرة نبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الاسم الكامل تاعه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطالب المولد تاعه كان في 12 ربيع الأول من عام الفيل ولده بمكة النشأة تاعه كامل نعرفها قرناها في البريمار بصح سيغموا تكونوا سيتوا كيما أنا سيت بصح عاود تفكرت اليوم درت بتيت رشارش وشفت باللي رسول عليه الصلاة والسلام ووليدة يتيم الأب يعني كيولد بعد ما عندوش باباه أرباته أمو وحدها توفات أمو ومبعد أرباه جدو كيف كيف زاد توفى جدو ومبعد أرباه عمو أبا طالب وهي أرباه عمو ومبعد كي بدأ يكبر خدم في رعي الغنم كان يرعى الأغنى ومبعد كي زاد كبر شوية ولا يخدم في التجارة كان إنسان يعني بأخلاقه كان ماهر في المهنة تاعه سمعت بيه السيدة خديجة بنته أخو والد يعني سمعت بالصدق تاعه أخلاقه والمهارة تاعه في المهنة تاعه حبت تتزوج بيه وقبل بها الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه أجاب أولاد الرسول الزوج يحداش يطناش من زوجه كان عنده يحداش يطناش ما نشهر اللي متأكدات تقولي في الكومنتر بالنسبة لأولاده كانوا عنده ثلاث دكورة وربع بنات توفى كامل في حياته إلا فاطمة توفات بعد ما مات هو وش نقول ثاني الوحي نزل عليه هو في الأربعين نزل عليه في غار حراء كما نعرفوها كامل الحاجة اللولة اللي نزلت عليه عن طريق سيدنا جبريل هي الآية اللي نعرفوها من صورة العلق هي اقرأ باسم ربك الذي خلق من المعجزة تعو عندنا معجزة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج هي رحلة سماوية كانت مع سيدنا جبريل من مكة إلى القدس ومن القدس إلى السماء إلى آخر نقطة في السماء هذه الرحلة جاءت بعد بعد واش أنتفكر جاءت بعد هي جاءت بعد عام الحزن الرسول يعني عليه الصلاة والسلام فات عليه عام توفى فيه عمه وتوفيت فيه زوجته وخديجة بنتوخه ويلد اسمها كان عام عاصيب هاد المعجزة هاد الرحلة السماوية جاءت بش طي يعني درها ربي بش يطيب بها خاطره كما قلت لكم هاد الرحلة كانت في نفس الليلة يعني هي معجزة يعني سبحان الله يعني من مكة لل القدس من القدس لل آخر نقطة في السماء وعود أرجع في نفس الليلة يعني سبحان الله آه هي ومن المعجزات الأخرى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان المولد التاع والوفاة التاع في نفس اليوم اللي هو 12 ربيع الأول وآخر حاجة درها قبل ما يتوفى هي حجة خطبة خطبة الوداع هاي خطبة الوداع اللي فيها قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كيما قلت لكم هادا يوم مبارك نورمال مو يعني الوداد كي صغار كي الكبار نورمال مو تكون عندهم أدنى المعلومات على الرسول عليه الصلاة والسلام نورمال مو نذكروا بالسيرة تاعه نصلي ونسلموا عليه بزف بزف كيما قلت لكم هو يوم مبارك وإن شاء الله يكون مبرك علينا وعليكم يسمى ماشي غير هو صح مليحة يعني في النهار هذا كي يكونوا وتجتامع العائلة يعني الحاجة المليحة هي كالعائلة تجتامع لكن ما يمنعش أننا نذكروا بهذا الشيء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا